موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من حوال الساعة نصلت فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا ما الذي يجري في ليبيا؟ لعله السؤال الأبرز الذي يطرحه كل متابع لتطورات السياسية والميدانية في هذا البلد منذ إطاحة نظام العقيد معامل القذافي بعد ثلاث سنوات ما زالت ليبيا غارقة في حروب لا تنتهي انتخب الليبيون قبل أشهر برلمانا جديدا أمل من خلاله الانتقال إلى مرحلة جديدة تكون أكثر استقرارا لها لكن هذه الانتخابات أخذت البلاد إلى منعطف جديد لم يحقق الإسلاميون فيها نتائج جيدة فاشتعلت البلاد من جديد سقطت العاصمة طرابلس بيد قوات فجر ليبيا التي تضم عدة فصائل إسلامية مسلحة وسقطت معظم مدينة بنغازي بيد تنظيم أنصار الشريعة وبعض الميليشيات الأخرى ووجد البلومان الجديد نفسه عاجزا ومنفيا في طبرق ينفسه بلومان سابق في طرابلس انتهت ولايته ويحظى فيه الإسلاميون بالغالبية إلى أين تتجه الأمور في ليبيا؟ وهل هو صراع ليبي ليبي أم أن له امتدادات إقليمية ودولية؟ هل هو صراع أقاليمة باتت واقعا بديلا عن الدولة الواحدة؟ أم هو صراع إسلامي علمني؟ ما هو مستقبل البلومان الجديد؟ وهل ينجح في تأليف حكومة جديدة؟ أم أن للمجموعات المسلحة كلاما آخر؟ لمناقشة هذا الملف يسعدني أن أرحب بضيفينا هنا في سديو الميدين الكاتب والصحفي الليبي الأستاذ عبد الحكيم معتوق أهلا بك أستاذ عبد الحكيم وأيضا من القاهرة الأستاذ ناصر الهواري وهو رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان الليبية أهلا بك أيضا أستاذ ناصر من القاهرة أهلا وسهلا مرحبا طبعا أبدأ أولا معك أستاذ معتوق يعني السؤال البديهي الآن ما الذي يجري في ليبيا؟ ميدانيا هناك معارك في طرابلوس هناك معارك في بنغازي هناك سيطرة لقوات إسلامية أيضا في طرابلوس وفي بنغازي رفاق السلاح في الزنتان وفي مصراط الآن يتقاتلون وتقاتلوا على مطار طرابلوس سياسيا البرلمان الجديد عاجز عن العمل والبرلمان المنتهي صلاحياته يعين أحدى الشخصيات السياسية لتشكيل الحكومة ما الذي يجري في الواقع؟ حقيقة بالعودة إلى بداية الأحداث في ليبيا بانوراما سريعة لما دار بعد سقوط نظام عمال قدافي يبدو أن التركيز كان من الأساس على الإسلام السياسي في ليبيا وهذه الأجنحة السياسية ذات الإيديولوجيا الدينية والمسلحة منها أيضا لم تخفي أنها من البداية هي التي حقيقة عملت بشكل كبير على التعجيل بسقوط نظام عمال مقدافي وبالتالي عندما ذهب الليبيون في أول الانتخاب نتعرف ليبيا مرت بأربع عقود من البوار السياسي وبالتالي تجربة الانتخابات كانت تجربة بضة وطرية وبالتالي الليبيون لم يكنوا يدركوا بأن هناك تيارات كانت في الخفاء وهناك خلايا نائمة كانت تجلس وراء أوش في الشوارع الخلفية للدولة الأمنية أو أنهم كانوا في الخارج كانوا يعتقدون بأن هذا النظام الذي حقيقة أخذ الشكل الأحادي واختزل كل رغبات وطموحات الليبيون تغير وبالتالي هم مقبلون على مرحلة جديدة سوف يعملون سويا على بناء دولتهم الحديثة لكنهم تفاجأوا يوم 7-7 بأن هذا الإسلام السياسي قفز إلى وجهة المشهد السياسي والذي حصل حقيقة أخي يوم 7-7 هو ليس تصويرا في الانتخابات وصار زور في الانتخابات لأن هناك كثير من الأعضاء الذين قدموا أنفسهم على أساس أنهم مستقلين ثم تفاجأوا الناس بأنهم منتمون إلى أحزاب سياسية إسلامية فبالتالي كل الذين انتخبوا في 7-7 كانوا يأملون بأن يكون التحالف قوى الوطنية هو الذي سوف يقود البلاد إلى مرحلة انتقالية بقيادة محمود جبريل أنا أسرد واقع تاريخي لكن في الانتخابات الأخيرة انقلبت الصورة هي لم تنقلب الصورة لأنهم خسروا المعركة الليبيون ضاقوا درعا بممارسات هذا المؤتمر الذي يسمي نفسه وطني وأنا أؤكد عنه أنه ليس وطنيا لأن الحقيقة ما شهدته ليبيا والأخ ناصر هو مسؤولا عن ملف حقوق الإنسان في مؤسسة غير حكومية يعلم هذا جيدا ما تعرض له الليبيون طيلة الثلاث سنوات الماضية من هتك ومن انتهاك ومن سرقات ومن تهجير قسري ومن تكميم للأفواه ومن قتل وتعديب كل صور البطش تعرض لها الليبيون خلال سنوات إلى درجة أنهم حتى قادة التغيير أصبحوا يقولون ما عاشته ليبيا خلال الثلاث سنوات لم تعشوا خلال أربعين سنة الذي كان فيها القدافي مسيطرا على السلطة لنسمع رأي الأستاذ ناصر قبل أن ننتقل نحن سردنا الآن فيما يتعلق بالمرحلة السابقة سنحاول أن نستشرف المستقبل لاحقا أستاذ قاصر أنت مقاربتك للسنوات الثلاث الماضية ولما يجري الآن هل أنت الآن متشائم لمستقبل ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر السادة بالحكيم معتو فقد لخص الواقع الليبي تلخيثا جيدا وأوافقه في كل ما ذهب إليه وما تفوه به الواقع الليبي الآن نحن لسنا متشائمون لكن نحن نريد أن نشخص الواقع نحن لسنا متشائمون نعلم أن ليبيا الحقيقية وأن دولة القانون والمؤسسات ستعود نعلم أن هؤلاء الخوارج لن تقوم لهم قائمة ولن تكون لهم دولة لكن الواقع الليبي الآن سيء للغاية الواقع الليبي هو كما أسلفتم في بداية الحلقة وهو أنك سيطرة من هذه الميليشيات المسلحة على مناطق كبرى ليس فقط علي بنغازي وعلى طرابلس بل على درنة علي جابيا علي صبراتا العديد من المدن الآن هي سيطرة من هؤلاء الخوارج الخوارج هؤلاء القتل الذين عاثوا في الأرض فسادا والذين قتلوا الناس ليس فقط في هذه الموجهات الأخيرة بل حتى في السجون خلال السنوات الأخيرة كل هؤلاء الأشخاص وأغلبهم متهمون في قضايا قتل وتعذيف وانتهاكات بحق أشخاص محسبون على النظام السابق أو بحق أشخاص آخرين تم القبض عليهم لابتزازهم وغير ذلك هذه الكتائب وهذه الميليشيات هي من قامت بغازو بن وليد في شهر عشر 2012 هذه الكتائب والميليشيات هي من هجرت تورغاء هي من قامت باعتشاة مدينة سرت إذن هؤلاء الأشخاص هم من سيطروا على الواقع الليبي وكم أسلف الأستاذ معتوق المؤتمر السابق السمع الذي وفر لهم الغطاء الشرعي ووفر لهم الأموال ووفر لهم كل ما يحتاجون إليه بل أنه في أحد المرات قام نوري بيساهمين رئيس المؤتمر بإعطاء ما يسمى بغرفة ثوار ليبيا 900 مليون دينار لحماية العاصمة وهي بالأساس كانت من أجل أن تحصل هذه الغرفة على الأموال وعلى الأسلحة وأن تقوم بجمع العديد من الشباب والكوادر حتى تستطيع القتال بهم في الأيام القادمة الوضع الليبي الآن ربما سيء للغاية هناك سيطرة من هؤلاء أو شبه سيطرة لكن أملنا كبير بإذن الله أن قوات الجيش التي تتجمع الآن في بنغازي بقلادة اللوى خليفة حفتر والقوات المرابطة في طرابلس على أطراف طرابلس في الأيام القادمة عندما تحصل داعم دولي أو إقليمي وبإذن الله بعد أن منيحت الشرعية من المؤتمة من البرلمان مجلس النواب وبعد أن جرم هذا المجلس هذه الجماعات وجعلها تنظيمات إرهابية لم يعد إلا أن نقوم جميعا بحملة لاستقصال هذا الدائم الليبيا حملة إعلامية حملة حقوقية حملة عسكرية لأن هؤلاء الأشخاص يرفضون الحوار ونحن لا نحاول أشخاص رفعوا السلاح علينا وقتلوا أبنائنا نعم أستاذ ناصر تتحدث عن أن هؤلاء ارتكبوا كذا وكذا وكذا وهم يسيطرون على هذه البقعة الكبيرة من ليبيا لو لم يكن لهؤلاء بيئة حاضنة هل كانوا استطاعوا أن يسيطروا على العاصمة طرابلس على جزء كبير من بني غازي المدينة التاريخية والأساسية على مصراتة على غيرها من المناطق الواسعة أليس هناك رضا شعبي ليبي عن هؤلاء حتى استطاعوا السيطرة طبعا ليس هناك رضا شعبي لكن كما أستفت حضرتك في كلمتك التي جاءت في مستهل هذا اللقاء أن هناك هذا السراع ربما تغذيه بعض القوى الإقليمية وبعض القوى الجهوية هذا السراع القائم في ليبيا الآن هو يمتد إلى ثلاث سنوات أو إلى أربعة سنوات في بداية الثورة ساعة قطر مبكرا وساعة تركيا مبكرا لدعم تيارات إسلامية متشددة بعينها وهذه الجماعات والتيارات المتشددة لم تكن لتسيطر على ليبيا بمفردها إلا بدعم من قطر وبدعم من تركيا وبأيضا بدعم جهو من مدينة مصراتة التي تتحكم الآن في ليبيا التي تملك أغلب القوى التسليحية لليبيا التي تقوم الآن هي من قامت بغزو بن وليد وهي من قامت بغزو سرط وهي من قامت بتجيل التورغاء وهي من تقوم الآن بغزو العاصمة وهي من قامت بحرق مطار طرابلس إذن لدينا مساعدة إقليمية من دول بعينها لدينا مساعدة جهوية من هذه الكائنات أيضا لدينا مساعدة ما أسلفنا من تلك المجموعة نحن سوف نتحدث عن الشق الإقليمي والخارجي وأرتباطه بالداخل ومسؤولياته عما يجري في الداخل أستاذ معتوق اليوم هناك تصريح للناطق باسم قوات حفتر العقيد محمد حجاز يقول فيها أنهم يحضرون للبدء بهجوم في بنغازي لاستعادة المدينة وبحسب المعلومات الآن من بنغازي هناك معارك شديدة إذا أردنا أن نرسم خارطة ميدانية لليبيا الآن أين تسيطر قوات حفتر ومن يوليها وأين تسيطر القوات الإسلامية فجر ليبيا هناك تسميات عديدة للقوى الإسلامية ومن من القبائل الليبية تساند كل الطرفين تحدث الأستاذ ناصر عن مدينة مصراطة ومسندتها للمسلحين دعني أولا عطفا على ما قاله أخي ناصر هم حقيقة ليسوا خوارج عصر وليسوا حشويين في مرحلة أحمد بن حنبل وليسوا تيميين وليسوا حتى سلفيين على طريقة محمد عبداللهام هؤلاء كأنهم جمرات من الجحيم أو كسف نزل علينا من السماء لا ملة ولا دينة لهم أريد أن أوصف الواقع تنفعنا لأنها سوف تقودنا إلى هذه الممارسات ولماذا خرج الليبيون وأجمعوا على برلمان آخر عندما تلضوا بنار هؤلاء هؤلاء عبارة عن وكلاء لمخابرات أجنبية يريدون أن يدمروا ليبيا وفعلا هم دمروها وأسموا عملياتهم في طرابلس بفجر ليبيا الذي يسميها الطرابلسيون بتفجير ليبيا الذي حصل في ليبيا ليس إسقاط نظام الذي حصل في ليبيا هو إسقاط وطن الأمريكان الغرب بشكل عام بشقيه الأوروبيين والأمريكان أسقطوا نظام عمر الجدافي لكي يمكنوا هؤلاء الذين يصفونهم في المشرق بالدواعش وهي بالمناسبة هناك للدواعش مدلولين مدلول لفضي ومدلول رمزي الرمزي وهو دولة العراق والشام واللفضي هو إدعش نسبة إلى 9-11 يعني هي المسألة كلها عبارة عن مخطط أمريكي غربي وحتى عندما تعود إلى تصريحات السفيرة الأمريكية ديبورا جونز في الفترة الأخيرة قبل بدء الجيش أن يعد عدته الأخيرة قالت بالنص أن علينا أن نعطي هامش أكبر لهذه الميليشيات وكأنها أعطتهم إشارة بالمضي قدما نحو المزيد من العبت والتفجير والاغتيالات والانتهاكات لما هناك هنا الليبيون حقيقة عندما اختاروا البرلمان الأخير اختاروا رغبة في الانتقال من تلك المرحلة السودوية إلى مرحلة ربما ضبابية تغيير ربما ربما ليست بالشكل المرغوب فيه والمطلوب فيه ولكننا حقيقة أنا عشت تجربة تغيير منذ 17 فبراير 2011 حتى شهر مضى تكميم الأفواه التي أشناها والملاحقات والاعتقالات والمصادرات التي رأيناها تفوق بكثير عن ما كانت تمارسه المؤسسة الأمنية في عهد القدس هذه شهادة ورلأك ناصر يعرفها ويدركها الآن هناك إجماع ليبي من خرج على هذا الإجماع أو حاول شق الصف هو أكيد يأتمر بأوامر بين مزدوجين الدوحة وأنقرة هذا الإسلام السياسي المدعوم من قبل الدوحة وأنقرة لا مجال له هم حقيقة استغلوا الفرصة وقالوها بالنص نحن خسرنا مصر وتقاسمنا الملعب مع تونس ولكننا نضيع ليبيا نحن نقول لهم من هنا عبر قناة الميادين ليبيا ترابها نار وجمر عليكم ولن تنالوا منها أكثر من ما نلتم الجيش الليبي يحضر لأن القبائل رأت بأن ليبيا تكاد تضيع في غوط الباطل يعني ليبيا الآن تشدت انقسمت مواردها ضاعت ترواتها أهدرت يعني حقيقة هناك أكثر من مليوني مهجر هناك أكثر من مليون نازح هناك أكثر من عشر ألاف معتقل سياسي في سجون هذه الميليشيات علينا أن نسمي الأشياء بأزمة مصراتة أو نحن في حديث كثيرة وعبر وسائل إعلام متعددة حرصنا أن لا نحمل مصراتة كمدينة حاضرة هذا الوزر ولكن للأسف هم لم يؤدلوا هؤلاء الشباب الذين يمثلهم عبد الرحمن السويحلي وصلاح بادي وغيرهم وهم للأمانة والتاريخ مطلوبون حتى للعدالة الدولية لأن هناك قرار صادر من الاتحاد الأوروبي بأن ما قاموا به من تفجير لطائرات في مدينة طرابس هو خرق للقانون الدولي وبالتالي نحن طالبنا ومصراتها مدينة من مدن ليبيا وأنا تربطني بشباب فيها واصل محبة وخوة وزمالة وعشت فيها ودرست فيها ولا أتمنى لمصراتها أن تصبح مدينة يعني معزولة أو منبودة من قبل المدن أو القبائل الليبي ولكن هذا اللي حصل يعني هذه الميليشيات التي بثقت عن مدينة مصراتها وجدت حقيقة يعني بعض الجماعات الأخرى في سوق الجمعة في طرابلس في مثل ما قال الأخ ناصر في بعض من شباب مدينة الزاوية في الجبل في غريان ولكنهم لا يمثلون هذا الإجماع البرلمان الآن هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يجب أن يصوغ ما يريده الليبيون من قرارات أستاذ معتو تحدث الأستاذ ناصر عن صراع خارجي في ليبيا صراع بين من ومن يعني بوضوح حقيقة المدة الماضية كان هناك تواجد قطري تركي وانضمت للسودان وأمر البشير لم يخفي هذا أخيرا قال أنه سوف يعترف بحكومة في طرابلس يعني أنا لا أفهم هذا المجتمع الدولي كيف له أن يسمح بمجموعة من الانفصاليين أنت تعرف حرم لكن أيضا جرى الحديث في الأسبوع الماضي عن مشاركة إماراتية مصرية في قصف تعرضت له قصف مجهول أنت تريد أن تتحدث عن صراع المحاور حقيقة الذي حصل في ليبيا والمكان الذي قصف أخي هو منصة صواريخ هذه الميليشيات تمكنت من الاستحواذ على مجموعة عابرات للقارات يبلغ مدها تقريبا 450 كم وكان الهدف هو تفجير يعني تشكل خطر إقليمي ودولي كان الهدف هو تفجير محطة مليتا للغاز استشعر الأوروبيون الخطر والذي قام بقصف هذه المنصة هو سلاح الجو الإيطالي ليس الإماراتي؟ سربت نيويورك تايمز خبرا كعادتها تسرب خبر ثم يتبنها البنتغون ثم يتراجعون عنه هم لوحوا كيف لهؤلاء الحلفاء مثل الإمارات ومثل مصر هناك تنسيق استخباري إيطالي أمريكي حول بعض المواقع التي تهموا ربهم لا يهمهم لا ليبيا ولا مصلحة الشعب لأنه وصلت هذه المعلومة قاموا بالاستعجال وتنفيذ عملية جوية وعملية جراحية لنظب إلى الأستاذ ناصر أستاذ ناصر أنت في مداخلتك الأولى تحدثت عن ضرورة تحرك دولي المجتمع الدولي تحرك إقليمي تحرك خارجي لمنع تفاقم الأمور في ليبيا الواضح بأن الغرب اكتفى بإزاحة النظام السابق وجلس يتفرج على تدمير ليبيا لا يبدو أن هناك قرارا غربيا في التدخل بليبيا أصلا طبعا كما أسلفت الغرب ساعد ليبيا في التخلص النظام القذافي لكنه ترك ليبيا وكان الخطأ الكبير أن المجتمع الدولي كله قد ترك ليبيا وترك الشعب الليبي فريسة لهذه الميليشيات تنهش فيه وتعبث بالمشهد الليبي وتشكل حتى الخارطة السياسية كما تريد هذا ما حدث المجتمع الدولي نعم ربما لا يريد تدخل أو ربما هو يخشى من مستنقع العراق الدول كل تخشى من تدخل أن هذه الجماعات طبعا جماعات دموية وأمريكا لديها طبعا ماضي أسود وتخشى أن يحدث ما حدث في العراق وهم لهم ثأر مع هذه الجماعات لكنهم يخشونها يعني قد مقتر السفير لأمريكي وغيرها فهم يخشون هذه الجماعات لا شك ولا يردونها لكن نحن لا نريد تدخلا من أحد يعني تدخل بري أو قوات على الأرض لأن حتى الليبيون كلهم يعني حتى الفرقاء في ليبيا وكل الأطراف لا تريد تدخل بري تدخل بري ولا تريد جنود على الأرض لكننا نريد من هذه الدول أن تفعل قرار الحاضر الجوي أن تقوم بمراقبة مطار معيتيق هذا المطار الذي يدخل منه السلاح إلى هذه الميليشيات نريد مراقبة لميناء مصراتة ومطار مصراتة لأن هذه الميناء والمطار تدخل منه السلاح لابد من مراقبة للحدود مراقبة لهذه الموانئ لابد من أيضا على الشق الآخر مساعدة قوات اللواء خليفة حفتر قوات الجيش الليبي قوات عملية الكرامة بدعمها لوجستيا أيضا مساعدة قوات الجيش الليبي في المنطقة الغربية لابد من مساعدة القوات ودعمها لوجستيا حتى تستطيع أن تسيطر على المعركة هذه القوات الميليشيوية لأربعة سنوات مضت ومتحكمة في البلاد السلاح في أيديها الأموال وقاموا بتخزين أسلحة وقامت توركيا وقطر وننعلم من أخرى دعمهم بالسلاح عن طريق مطار معتيقة بالذات وعن طريق مينات مصرات بالإضافة أن مصراتة تملك أربعين في المائة من قوة تسليحية للدولة الليبية ترسلت القذافي كلها ذهبت إلى مصراتة إذن الجيش لا يملك ضائرات متهاركة وأسلحة ربما لا إلا إلا سبحان الله هذا الجيش لابد من تدخل لم يكن المجتمع الدول يريد أن يتدخل ليحمي الشعب الليبي من خطر الإبادة التي بدت واضحة الآن 200 ألف مهاجر في مدينة طرابوس أو يزيد 110 ألف فقط باتجاه تونس عشرات القتلى في بن غشير وفي قد الشعال وفي المناطق الليبي تتحدث عن الجيش الليبي بأنه لا يملك هذه الأسلحة على مدى الثلاث سنوات الماضية كان هناك كان هناك حكومة إذا صح التعبير وليس حكومتين حكومة جبريل وحكومة علي زيدان وكان قبلها مجلس وطني لماذا لم يبنى الجيش خلال هذه السنوات وترك للأطراف إذا صح التعبير أو للقوى المسلحة الإسلامية وغير الإسلامية هي التي تستحوذ على هذا السلاح الكبير الذي يجري الحديث عنه في ليبيا يعني يقال بأن ليبيا تصدر السلاح إلى كل المناطق التي تحيط بها هذه القوى المتشددة علمت مبكرا أن بناء الجيش والشرطة هو سيكون الخطر الذي سوف يقضي عليها لذلك هم من البداية سعوا إلى وعد الجيش الليبي من البداية بدأوا في التشكيك في الجيش الليبي وأنهم أزلام النظام وأنهم كانوا يعملون مع النظام القذافي وأنهم يعني ولاءهم لهذا النظام وأنهم قاتلوا الشعب الليبي ولا بد من التخلص منهم وقاموا بحالة ستة ألاف ضابط من الجيش الليبي للتقاعد قاموا بأكبر عملية ساعدة على وقت هذا الجيش وعلى ربما على وصول ليبيا إلى هذا المصير وهو مقتل لواء عبد الفتاح يونس نعم لواء عبد الفتاح يونس كان من الشخصيات التي ينعول عليها في بناء الجيش وقيادة هذا الجيش وكان أكثر الأشخاص قدرة على جامع واحدات الجيش قاموا بقتله هذه الجماعات المتشددة هي من اختطفت اللواء عبد الفتاح يونس من الجبهة وقامت بقتله على نحو ما رأينا على تلك الطريقة البشعة وقاموا بحرق جثمانه ورفقيه إذن هم يعلمون من البداية أن الجيش خطر عليهم فقاموا وسعوا لواء هذا الجيش المجلس الانتقالي كان ربما الإخوان وسيطرون عليه سيطرة تامة الذي كان رأس المستشار مصطفى عبد الجليل لدينا أيضا المؤتمر الوطني سيطروا عليه عن طريق حزب العدارة والبناء وكتلة الوفاء للشهداء وبعض المستقلين الذين انضموا إليهم كما أسلف السيد معتوك إذن هؤلاء سيطروا وكانت أي محاولة لبناء الجيش كانت تقابل بالمواجهة في جمعة إنقاذ بنغازي يوم 21-2012 خرجت جموع الجماهير أو الشعب الليبي في بنغازي وقاموا باقتحام كتيبة رفالة سحاتي وكتائب الأنصار الشريعة و17 فبراير وقاموا بعمل كان عمل تاريخي وهو أنهم قاموا بتشتيت هذه الكتائب وكانوا ننتظر من الدولة أن تقوم بمبادرة وأن تحل جميع الكتائب وأن تشرح في بناء الجيش لكنهم أتوا إلى مدينة بنغازي أتى يعني المحمد المغاري فأتى رئيس أركان وقتها وأتى مصطفى بوشقور وقالوا بأن هذه الكتائب هي نواد بناء الجيش الليبي وجاءوا وعاقدوا مؤتمرا صحفيا حضره كل قيادات هذه الجماعات التكفيئية إذن المؤامر على الجيش القديمة من بداية الثورة الآن بدى واضحا من يريد ليبيا ومن يريد الخطر بليبيا ومن هو مدعوم من الشعب الليبي ومن هو مدعوم من القوى الإقليمية والقوى الغربية التي تريد بليبيا الشر أستاذ ماتوق من خلال مراقبتك للواقع الميداني الآن على مدى الأسبوع الماضية برأيك الآن إلى أين تتجه الأمور ميدانيا تتجه نحو الحسن بصراحة الحسن من قبل من؟ من قبل الجيش الليبي وبموالاة القبائل وحتى سكان المدن الذين تعرضوا لأبجع أنواع التنكيل تعتقد أنه يستطيع مساندة خارجية؟ يعني بصراحة هم نفر هم ليسوا بتلك الأعداد الكبيرة هم يتحصنون في الأحيال المدنية ومثل ما قال الأخ ناصر هم يمتلكون ترسانة استولوا عليها من بقايا المعسكرات السابقة ولكن عندما يقول الشعب الليبي كلمته فأنا أجزم بأن لا مناص من سقوط هذه الطغمة التي تتحكم في مصيرنا وحقيقة نحن نتمنى الحوار ولكنهم لا يريدون الحوار يعني عندما عاد الجيش الليبي بناء نفسه وتمركز وهو لأن يتقدم في أكثر من محور في بنغازي في سيدي فرج في الصابري في القوارشة في سيدي فرج في أكثر من موقع وبالمقابل في طرابلس يعني للأسف الشديد أخي أن جماعة مصراتها يتهمون الجيش الليبي بأنه بقايا نظام محمد الهدف ويتهمون المدن الأخرى بأنهم أسلام تتعرف هذه التوصيفة السادجة ومصراتها كمدينة تاريخيا هي التي احتضنت محمد القدافي محمد القدافي درس في مصراتها وعاش في مصراتها وكل الحكومات التي تشكلت خلال أربع عقود كانت من مصراتها وأكبر أثرياء ليبيا من مصراتها يعني بصراحة إذا كنا نريد أن نعاير بعضنا فمصراتها هي أم الأسلام كيف لها أن تصف بعدين جاءوا لأحياة في طرابلس شباب يريدون الحياة الفرح الرياضة السفر إلى ما هناك مثل حي الأندلس وحي دمشق وشارع فشلوم وخرجوا هؤلاء الشباب في مظاهرات يطالبون ببناء دولة وعودة مؤسسة الشرطة والجيش فاعتقلوهم هم على هذا الأساس خرجوا أصلا في الثورة يعني هذا هو المبدأ الذي خرج عليه نتحدث عن الإسلام السياسي إذا صح التعبير لماذا لا يمكن أن يكون لهم دور ما هو دور طبعا البرلمان الليبي الجديد أيضا دور البرلمان القديم إن كان له دور لكن بعد أن أخذ فاصل قصير مشاهدين الكرام نتوقف مع هذا الفاصل القصير ونعود لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من الحوار الخاص والذي نتناول فيه آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب مجددا بضيفية العزيزين الأستاذ عبد الحكيم مع توق القاتب والصحفي الليبي أهلا بك مجددا وأيضا من القاهرة الأستاذ ناصر الهواري رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان الليبية أستاذ يعني مع توق تحدثنا في الشقة الأول ربما أخذ الشقة الأول الجانب السياسي الجانب الميداني أود أن أصلت الضوء قليلا على الجانب السياسي يعني قبل أن أتحدث عن موضوع البرلمان الليبي المنتخب الذي يبدو الآن عاجزا عن العمل هو الآن في طبرق لا يستطيع أن يعود إلى العاصمة هناك حديث عن أن بعض الأعضاء فيه انسحبوا لا يمكن أن يكون هناك نصاب قانوني إذا صح التعبير قبل أن نتحدث عنه أود أن أسألك ألا يحق للإسلام السياسي أن يكون له دور سياسي أن يكون له حضور سياسي في ليبيا لهم الحق ولكن ليس بالقوة هم عندما خسروا معركة البرلمان انتقلوا إلى الشارع هي معركة كسر عضل لماذا بقوا في المؤتمر هو مؤتمر عام وليس برلمان هو مؤتمر عام قبل البرلمان صحيح وعندما مثل ما حكيت لحضرتك في بداية الحلقة عندما ضاق الليبيون درعا بسياسات هذا المؤتمر وقراراته العشوائية وقوانينه الممجوجة حقيقة والتي أخطر تلك القرارات هو الهجوم على مدينة بني وليد والأسوأ قانون العزل السياسي الذي عرّى المجتمع الليبي من غطاء أخلاقي وقيمي يمثله المتقفون والمفكرون والسياسيون وأصحاب الرأي فبالتالي عندما اندفع الليبيون مرة أخرى إلى تكوين هذا البرلمان كان السمى الغالبة فيه هو التيار المدني ولم يكن لهم نصيب فيه مثل ما حصل في معركة الانتخاب لجنة الستين لسياغة الدستور فهم خسروا معركتين فضربتين بالناس بوجوع خسروا في معركة الستين اللي هي لجنة الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور وخسروا في معركة البرلمان بالتالي نقلوا المعركة إلى الشارع ولم يتبقى فيما يتعلق بالنصاب القانون هو النصاب القانوني متكامل بالعكس حتى الذين لم يمكنوا أو اليوم يمكنوا من السفر من طراب للسفر وعن طريق تونس وعن طريق عواصم أخرى لكي يلتحقوا بزملائهم في طبرق مسألة الجغرافيا طبرق أول تحمل دلالة تاريخية للليلينية شهدت معركة العالمين المشهورة بين مونتا جيمري ورومين وهي مدينة مشهورة ومعروفة ومدينة ليبية وحاضرة جانب الخلاف جغرافيا الآن هذه النقطة الخلافية معروضة على الدائرة الدستورية للنظر فيها لأن الإعلان الدستورية نص على أن يكون البرلمان في بنغازي بنغازي مدينة على سفيح ساخن وطرابلس مدينة مختطفة يعني ما الضرر في أن يكون هناك برلمان في أي مدينة يقالج مشاكل الليبيين نحن نريد جسم شرعي ننتج إليه ينتخب حكومة يعين رئيس أركان يصرف أمورها على الأقل ربما حتى يختار رئيس الدائرة الدستورية أو رئيس المحكمة وعليك رئيس البلد على الطريقة المصرية على طريقة عدل المصرية حتى لا نبقى هاكذا هردميسا يعني كل من يستفيق في الصباح ولديك لاشنكوف يقفل شارع حتى عمليات نقل الأموال أخي من بنك إلى آخر أصبحت تتعرض للسطو المسلح من قبل هذه الجماعات ليبيا أصبحت يعني مسرح للعبث في دجازة طيب أستاذ عبد الحكيم يعني طب في ظن موجود هذه الجماعات ألم يخطئ ألم يخطئ البرلمان الجديد في أول اجتماع يعقده أن يدعو القوى الخارجية إلى تدخل بليبيا بغض النظر عن عنوان عن أي عنوان هو دعا يعني مجموعة خارجية لتدخل في ليبيا تحت عنوان طبعا يعني حل الوضع السياسي أو الوضع الشاذ الذي وصفه أنا سوف أتكلم بمنطق المعارض لهذا القرار الفريق الذين طالبوا بتدخل أجنبي عام 2011 هم ذات الفريق الذين رفضوا الآن هاي الازدواجية التي حقيقة تفتك بدهن الليبيين يعني لماذا حلال عليهم وحرام عليهم هي ليبيا أصل تحت الوصاية هي ليبيا تحت الفصل السابع بفعل القرارين 1970 1973 يعني أين حماية المدنيين مثل ما قلت لحضرتك في البداية من قتل خلال السنوات الأربع الماضية ومن شرد ومن اغتصب ومن يعني صدر حقه يتجاوز بكثير ما فعلته المؤسسة الأمنية في عهد النظام محمد القدام هذا بشهادة مصطفى عبد الجليل نفسه ومحمد المقريف وعلي زيدان وغيره هذا القادة السياسية قادة التغيير الذين جاءوا وعبد الرحمن شايلدوم أيضا المندوب العظيم الذي كان يمتننا في العم المتحدة وقال أنقذوا بلدي الآن نسمع منه أي تصريح حتى في جريدة الآن عليك ليبي حر أن يكون أنقذوا بلدي من هذه الجماعات التي تتفتك منها ليس في زمن كان بمقدور أن نتفاوض فيه كان يراودني ويرود أن أسأل بها الأستاذ ناصر هناك أسماء كبيرة ظهرت في بداية الثورة الآن غابت كليا لم نعد نسمع لا بأل سيد مصطفى عبد الجليل أين محمود جبريل أين علي زيدان أين عبد الرحمن شلقام هناك أسماء كبيرة ظهرت في بداية الثورة الآن إما بعيدة بقرار منها أو أنها خلف الكوليري استعمل أين هي الآن طبعا هذه الشخصيات كما أستفى الأستاذ معتوق أنها لها قانون العز السياسي هذا القانون الذي صدر يوم 5.5.2013 وأراد منه هذه القوى الإسلامية المتشددة أن تبعد عن المشهد وعن الساحة كل الكفاءات القادرة على بناء دولة يعني أنت تكلمت عن محمود جبريل تكلمت عن مصفى عبد جليل هناك أسماء أخرى كثيرة أنت تحفظ عن مصفى عبد جليل فكان له دور سيئ في البداية حقيقة هو من دعم الكتاب والميليشيات لكنه الآن غائب عن الساحة السياسية وحتى في إعلان التحرير نعم يعني الشعب الليبي الآن ربما لا يرى مصفى عبد الجليل منقظا لأن مصفى عبد جليل ساهمة في دمار ليبيا لأنه دعم هذه الميليشيات وهذه الكتاب وخرج علينا في خطاب الشهير خطاب 23.10.2011 خطاب التحرير لم يتكلم عن عودة هذه الكتاب وتسريحها وجمع السلاح من المدن بل تكلم عن حقية الليبي في الزواج من أربع سيدات يعني كان خطاب سيئ ولم يكن يفي بمتطلبات المرحلة إذن الليبيون لا يرون مع مصفى عبد جليل منقظا لهم لكن قانون العزل السياسي قد فرغ ليبيا من الكفاءات يعني كل الكفاءات التي كانت عاملت مع نظام القذافي والتي حتى انضمت لثورة بل إن الآن هناك محاربة يعني هناك محاربة هناك تهديدات بالقتل الآن حتى الجو في ليبيا لا يسمح بعمل سياسي العمل السياسي في ليبيا الآن صعب كم أسف الاستاذ معتوكم عندما خسروا في السناديق نزلوا إلى الشوارع وحملوا البناتق من جديد التي لم يدعوها طبعا أصلا فالوضع السياسي الآن يعني في ليبيا السيء لا يستطيع سياسي أن يعمل لا يستطيع ناشط سياسي ولا ناشط حقوقي ولا منظمة حقوقية من يعمل في الشارع الليبي الآن هم من يتوفقون مع هذه الكتائف فكرا وعقيدة ومنهجا ويؤازرونها فيما هي تذهب إليه لكن أي شخص لا يستطيع العملية الحزبية في ليبيا هي كذبة كبرى لا توجد عملية حزبية في ليبيا أخوان إطلاقا لا توجد عملية حزبية ولا توجد أحزاب فاعلة في ليبيا كل ما كان هناك يبكتل ومجموعات داخل البرلمان السابق المؤتمر سيطرت عليه أما الآن فقد انتقب الشعب مؤتمرا جديدا برلمانا جديدا مجلسا للنواب جديد هذا هو المجلس الشرعي هذا هو من يجب أن يتعامل معه الشرق والغرب والعالم وهذا هو من رضي عنه الليبيون واختروه بإرادتهم الحرة يعني ممثلا لهم لكنه لا يستطيع العمل الآن هؤلاء يجب أن يخسروا المعركة السياسية العمل الآن هو أننا لسنا يجب أن نتكتل جميع الكريبيين خلف هذا المجلس مجلس النواب إذا هو الجهة الشرعية الوحيدة إذا هو المجلس المنتخب إذا هو المجلس الذي اعترفت به الدول العربية والأجنبية وأن يدعم هذا المجلس بكل أنواع الدعم حتى يستطيع أن يؤدي مهمته والمجلس قراراته كما كنت تفضلت حدث قرار الاستدعاء الدول الغربية أو المجتمع الدولي ليس قرارا سيئا من البرلمان البرلمان الآن يسيطر على بنغازي وعلى درنا وعلى طرابلس وعلى العديد من المدن تيار الإسلام السياسي المتشدد الإرهابيون هذه التنظيمات الإرهابية الحكومة كل مقراته في طرابلس تم اقتحامها والعبث بها وصرقتنا فيها إذن كيف تستطيع هذا الجيش الضعيف أن يواجه هذه التكتلات المتشددة بكل دعم الموفر له إقليميا وجهويا لابد من أن يتدخل المجتمع الدولي وليبيا تحت القرار أو البند السابع ساعتاش سبعين ساعتاش تلاتة وسبعين حماية المدنيين كما أسلفنا لابد من التدخل في ليبيا الآن ليبيا تمثل خطرا على الوطن العربي وعلى حتى أوروبا الآن نحن بصدد إقامة دولة للقاعدة في جنوب المتوسط وفي الشمال الإفريقي قد يمتد خطرها لأنها المصر وتونس والجزائر وكل دول الجواب هل ترى الأمور هكذا الآن في ليبيا؟ هل وصلت إلى هذا الحد؟ لا هذا اللي واضح في ليبيا ليبيا الآن إن لم يتدركها المجتمع الدولي ليبيا الآن إن لم تحصل على دعم عربي الدعم العربي متأخر وضعيف الجامعة العربية لم تقم بدورها كما ينبغي وكما أسلف الأستاذ معتوك هؤلاء الأشخاص سواء الليبيون أو غير الليبيون الذين في البداية أعلت أصواتهم ضد نظام القذافي الآن لا نراهم ليبيا الآن في مؤامرة الآن مؤامرة يا أخي الآن بنغازي يسيطر عليها الزهاوي ويسيطر عليها وسام بن حميد هؤلاء القتلة طراب يسيطر عليها صلاح بادي هذا القاتل درنا يا أخي منذ بداية الثورة لها أربعة سنوات لا بها محاكم ولا مراكز شرطة ولا نيابات يسيطر عليها سوفيان بن قوم ومجمعاتهم منذ أربعة سنوات إلى الآن لا يستطيع جندي في الشرطة أو في الجيش أن يقتدي زيه ويخرج إلى الشارع بل أقاموا محكمة شرعية وطالبوا من كل من ينتمي إلى قوات الجيش والشرطة أن يتوب ويأتيهم ويعطوه شهادة بأنه قد تاب وقد جاءهم نفس ما يفعله كما يحصل في العراق وفي الشم نعم أستاذ ماتوق تعقيبا على ما ذكره أستاذ ناصر عن أن ليبيا أو الوضع في ليبيا بات يشكل خطرا على جيرانها وعلى الدول الأخرى يعني هناك دراسة وضعت حول ليبيا تقول بأن هذا البلد بات مرتعا للمجموعات المتطرفة وتصدر مقاتلين وأسلحة إلى دول أخرى وأنه بات على المجتمع الدولي وبعض الدول العربية أن تتحرك في ليبيا وأن الحديث عن قصف طائرات إماراتية أو مصرية يدخل ضمن العمل الوقائي ذكر جامعة الدول العربية يعني أنا أحاول أن أستذكر موقفا من جامعة الدول العربية حول ليبيا خلال السنة الماضية ولم أجد يعني هذا وكأن هناك تآمر على هذا البلد ما هي خلفيات هذا التآمر إلا أمر موسى طبعا في الآون الأخير استفاق وقال علينا أن يساعد ليبيا وربما الحالة الليبية استدعي حتى تدخل عصر هذا مقاله أمر لكنها منسية ليبيا منسية لكن عندما كان أمينا عامل الجامعة العربية استعجل بأن يرحل ملف ليبي المجلس الأمن وتدخل ليبيا تحت الوصاية للأسف الشديد يعني هذه أمور لا نريد أن نخوض فيها على كل ليبيا هي حقيقة بسرح للعامل وهي موقع متقدم للقائد مثل ما أشار أخي ناصر القاعدة تسيطر على درنا وتسيطر على جزء من بنغازي وتسيطر على جزء من مصراتا وصبراتا وسيرت وربما حتى جزء من ترهونة التي تشكل كبريات القبائل الليبية ترهونة أعداد سكانها مليون لأوروبا يسيطر عليها أحد رموز تنظيم القاعدة أعتقد لقبه السعدي عبد الحليم السعيدة وعبد العظيم السعيد فكلهم رموز لتنظيم القاعدة كلهم كانوا وهذا بعلم الوكالات الاستقبارات الأمريكية والأوروبية كلهم كانوا معاونون سامع بلد هي اعتقلت اثنين منهم وهم أبو أنس الليبي ومحمد الدرسي المرتبط بقتل السفير لا لا المرتبط باختطاف السفير الأردني للأسف في سابقة غريبة تم مقايضته والعودة به إلى الليبي ولكن في طرابلس هناك عبد الحكيم بالهاج هناك خالد الشريف هناك سامي السعدي هناك شعبان هدية وهو يلقب بأبو عبيدة الذي استبدلت به السلطات المصرية مجموعة من أعضال البعت الدم المسيح وكل هذه الأسماء كلها معروفة كلها أدرع وسامة بن لادن هذا الآلم يتفرج على قيادات متقدمة لتنظيم القاعدة تسيطر على مواقع مهمة في ريبيا وقوائد يعني قاعدة معتيقة التي يتحدث عنها هي قاعدة كانت في الأساس قاعدة أمريكية تدعى قاعدة هويلس يعني عندما جاء القدافي هكذا روية لنا بأنها تم استخراج الأمريكان الذين كانوا فيها وأصبحت قاعدة عقبة وانتم أصبحت قاعدة معتيقة المهم بعد خمسين عاما هذه القاعدة تتحول من قاعدة أمريكية إلى قاعدة لأكبر تنظيم إسلامي وتطرف العالم يعني وكأن ليس التاريخ الذي يعيد نفسه نحن نكرر أخطاء لكن هذا يطرح سؤال كبير يعني كل هذا الخطر في ليبيا وليبيا يعني على بعد حجر كما يقال على أوروبا طبعا هذا التغاضي عن هذا التواجد للقاعدة في ليبيا التغاضي الغربي التغاضي الأوروبي كيف يمكن أن نفسره أنا الحقيقة أريد أن أتوقف عند حديث بارك أوباما الأخير عندما قال نحن قضينا على القاعدة وحقيقة لم يقضي على القاعدة وقضى على وسامة بن لادن وعلى صدام حسين وعلى معمر قدافي يعني لم يقضي على قاعدة كتنظيم إسلامي مسلح يقوم بهذه العمليات الكبيرة في العالم بالعكس القاعدة تفرخت الآن أصبح قاعدة في كل مكان في قواعد في سوريا في ليبيا في اليمن وأي من الظواهر منذ يومين قال أعلن عن افتتاح فرع شديد لوكانة الموت في شبه القارة الهندي حقيقة وكأن مثل ما قلت له وكأن إسقاط هذا النظام هو مرتبط شرطيا بإسقاط وطن يعني ارتباط سيامي سبب هذا الجرح وهذا النزيف هذا الوطن الذي أصبح الآن مرتع وهو على فكرة حتى الذي اختروه الآن هو عميد بلدية طرابس المهدي الحراتي هو قائد لواء قائد لواء الأمة وهو الذي أرسل ألاف المقاتلين إلى سوريا بعلمهم كلهم يعني بعلم كل هذه الأجهزة فبالتالي هذه الأسماء معروفة ومشورة هم أسقطوا النظام أوجدوا بيئة حاضنة وملائمة لهذه الجماعات أنا أريد أن أجتزئ كلمة حملت معنى عميق لسماحة السيد حسن صلى الله عندما قال هذه الأمريكا صنعت هذه الدواعش وصنعت هذه التنظيمات ومن تم جاءت لتضربها حتى نقول نحن الله يبارك في أمريكا جاءت لتنقذنا الممكن جودوا فهذا الذي يفعلونه حتى إذا جاءوا ليس لعيون الليبيين ولا لعيون العرب ولا لعيون المسلمين هم لمصالحهم لأجل نفط ليبيا وأمن إسرائيل نعم أستاذ ناصر تحدثت عن هذا الوضع المزري الصعب في ليبيا أنتم كمنظمات حقوقية لحقوق الإنسان في ظل هذا الجو كيف تعملون كيف يمكن أن تعملوا على الأراضي الليبية مجموعاتكم على الأرض كيف تعمل طبعا منظمات حقوق الإنسان في ليبيا طبعا أغلب هذه المنظمات هي منظمات ورقية وربما البعض القليل منها فقط ومن يقوم بعمل حقوق حقيقي لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بعضها أو القليل منها ومن يقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ويسعى للملاحقة القانونية لهؤلاء القتل نحن بدأنا حقيقا أو بدأنا مبكرا في العام الحقوقي ربما من شهر 6-2011 يعني يمكن أن شاءنا المرصد الليبي لحقوق الإنسان في شهر 6 وبعد ذلك أن شاءنا منظمة ضحايا حربنا كثيرا يعني أنا شخصيا حربت من وزيرة داخلية شخصيا السابق يعني من فوزي عبد العيال وسعر إقصائي من المنظمة التي أنشأتها أو أسستها وهي المرصد حتى أنشأنا منظمة أخرى وهي منظمة الضحايا المدافعين عن حقوق الإنسان في الغالب في كل دول العالم يعملون في بيئات معادية دائما وهم دائما ينحزون إلى الضحايا وإلى إنصاف الضحايا ليبيا حقيقة مقبرة ليبيا لدينا عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم ليس فقط من هم يقبعون في السجون تمانية ألاف أو عشرة ألاف على يعني إحصائية وزارة العادل عندما قالت تدينا تمانية ألاف لكن أشخاص الذين هجروا أربعين ألف يأخي هجروا من مدينة التورغاء هل لديكم وصائق سيد ماصر هل استطعتم أن توثقوا هذه الأمور التي تتحدث عنها نعم وثقنا العشرات من الحالات بالنسبة لقضية التورغاء طبعا هذه قضية دولية ومأساة طبعا يعني أربعين ألاف مهجرين والمدينة الآن مهجرة ولا تحتاج توثيق لكن بعض حالات القتل والانتهاك تحت التعذيب الأشخاص الذين قتلوا في سجون المصراتة والزاوية ورابلس وزليت تحت التعذيب عشرات حالات وثقت رفعنا بلغات للنائب العام السابق عليه رحمة الله الحصادي والنائب العام اللاحب لا يستطيع النائب العام أن يفعل شيء لهذه الجمعات لأن يا أخي في الغالب المتهمون أمم قادة كتائب أو أفراد منضمون إلى هذه الكتائب جنود في هذه الكتائب الدولة أضعف أن تقوم بالقبض على آمر كتيبة يعني لديها عشرات البلاغات وبها تقارير الطبية وبها كل محاضر الشرطة يذهب الأمر إلى النائب العام فيحيله إن النيابة المختصة فتستدعي النيابة هذا الشخص والذي هو في الغالب آمر كتيبة أو عضو في كتيبة من؟ أين القوة؟ أين وزارة الداخلية؟ أين القوة الجيش التي تستطيع أن تقبض على آمر كتيبة التي تقدمه للعدالة إذن كل هذه البلاغات والشكاوة تظل حبيثة أدراج النيابات ولكن نحن نوثق الحالات ونرسم ونقوم بتقصي الحقائق وتجميع الملفات لأنه سيأتي يوم وسنلاحق أولئي الأشخاص وربما الملاحقة الدولية القادمة بشأن بثين وخفتين وإذن أستاذ ناصر لم يبقى لديه ثوى دقائق قليلة أود أن أسأل الأستاذ عبد الحكيم معطوق هل أنت مع من يقول بأن الآن لا يوجد دولة واحدة في ليبيا الآن لنعترف جميعا بأنها قسمت إلى أقاليم لكن لا يريدون أن يعترفوا بهذا الأمر ليبيا مجزأة وإضافة إلى ما قال له ناصر ليبيا الآن بها أكبر سجين رأي في العالم هو الشيخ المدني الشوارف كان مفتي للديار الليبي دمبه إنه قال لا للاستقوى بالأجنب هل هؤلاء لديهم ضمير إنساني وينامون الليل وهو أزهري وخريج الأزهر ومن أوائل جفعات الأزهر نحن لم نسمع حتى احتجاج من قبل كل هؤلاء الشيوخ الفتوى تبع الفضائيات الذين كانوا يزورون ليبيا ويستلمون العقائب ونعرفهم جيدا نعود إلى السؤال ليبيا الآن مجزة ليبيا محتاجة إلى حالة استنهاض شعبي واستفاف وراء البرلمان ووراء الجيش ووراء عملية الكرامة ووراء اللواء خليفة حفظ أنا حقيقة أريد أن أعلق على الذين يقولون اللواء المتقاعد يا أخي هل سمعت يوما بأن طبيب جراح متقاعد أو مهندس متقاعد هذا رجل عسكري محترف وخريج مؤسسة عسكرية ونال نجمة الشرف في مذكرات عبدالحليم بغزالة يقول بالنص أن حرب أكتوبر كان يفطلت أن يؤرخ لها يوم سبعة ولكن اندفاعة الرائد خليفة حفتر كان رائدا في ذلك وقت في حرب الثلاثة السبعين هي التي جعلتنا نجعل يوم ستة أكتوبر هو يوم العبور فبالتالي هذا رجل عسكري يريد أن يدود عن شرف العسكرية هو حقيقة تأرى لشرف العسكرية وتأرى لدماء زملائه الذين قتلوا بدم بارد أكثر من ألف ضابط وضابط صف الدبع في مدينة منغازي ودرنة ألا يستدعي هذا أن يتحرك ضابط في الجيش للدفاع أنا سألت ضباط رفاقي وزملائي قلت لهم بالنص هناك رغبة في أن يتصدر أي منكم عوضا عن خليفة حفتر قالوا لي لا ليس بمقدورنا أن نقود هذه العملية ولا نأنس في نفسنا الكفاء وهذا الرجل وضع رأسه على أكفر باختصار أي خارطة سياسية يمكن أن تحل الأزمة الآن في ليبيا حقيقة إذا كان هؤلاء مصرين على العنت ومصرين على الاستقواء بقطر وبتركيا وبالسودان فنحن نقول لهم ليبيا للجميع وبالجميع ولن نسلمها هكذا على طبق من ذلك الحوار نحن مع الحوار ولكم ما لكم وعليكم ما عليكم ولكن أن تستمروا في فرض رأيكم بالقوة فالليبيون كجيش وقبائل ومدن وفعليات لن يسمحوا لكم بهذا العابد أكثر من ذلك أشكرك الأستاذ عبد الحكيم مع طوق الكاتب والصحفي الليبي أيضا من القاهرة أشكر الأستاذ ناصر الهواري رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان الليبية مشاهدين الكرام أيضا أشكر لكم لمتابعتكم هذه الحلقة الخاصة من الحوار حوار الساعة والذي تناولنا فيه الأزمة الليبية بشقيها السياسي والميداني شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى موسيقى اشتركوا في القناة